بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين النبي الأعظم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضاق طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا معكم في كتاب الصوم الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان ووصلنا إلى المسألة 1048 هذه المسألة أيضا تتحدث عن فكرة الترتيب بين صوم القضاء وغير قضاء شهر رمضان من أصنافي وفروع الواجب وإن شاء الله لح نقرأ ونتعرض لكل يعني فقرة بنفسها يقول المصنف لا ترتيب بين صوم القضاء وغير القضاء من أقصام الصوم الواجب بالأصل قصوم الكفارة يعني نحن كما تعلمون الكفارة بأصلها واجبة إنما شرعات بأصلها واجبة وقضاء شهر رمضان أيضا هو واجب فإن كان هذا المكلف ذمة المكلف مجغولة بواجبين منه يعني الواجب الأول طرف الأول هو قضاء شهر رمضان وطرف الثاني لهو الكفارة هل يجب على المكلف حين الأداء أن يحدد مثلا أن يعين أن يرتب بمعنى يقول الآن أقضي هذه العشرة أيام أولا عن شهر رمضان ثم آتي بقضاء القفارة يعني بمعنى شو أصدر بالترتيب هون أنه هذا المكلف هل لا يجوز له أن يأتي بقضاء القفارة قبل قضاء شهر رمضان بمعنى في ترتيب واجب في ترتيب مشرع في حق هذا المكلف نقول لا لا دليل على وجوب الترتيب بين القضاء فيما إذا كان الواجبين كان شو الواجبان آآ بالأصل هني واجبين على فلا ترتيب ولا تفاضل بينهما يقول ولا ترتيب بين صوم القضاء وغيره غير القضاء من شو من أقصام الواجب بالأصل قصوم الكفارة بتقل لي مولانا ما فعلنا واجب بالعرض أو الواجب بالعرض إذا كان فريضا بالأصل مثل شو قضاء شهر رمضان نياب عن الغير هو في أصله واجب وأصبح واجبا بالعرض وهو أصل فريضي على ذاك المكلف بس صار واجب علي بالعرض لمحل الإجارة عن الغير فله في هذه الحالة المكلف تقضيم أي نوع من أنواع هذا الواجب على الآخر فيستطيع أن يأتي مثلا بصوم الكفارة ثم بقضاء شهر الرمضان أو أن يأتي بالصوم عن الغير هذا الصوم الإجارة لهو عن الغير صار واجب علي عن الغير وثم آتي بقضاء شهر رمضان عن نفسي فلا مشكلة في المقام وأما إذا لم يكن فريضا بالأصل قصوم نذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مر وأما إذا لم يكن فريضا قصوم التطوع مثلا إذا لم يكن فريضا بالأصل عندك أنت بالأصل شو ما كانش فريضا مثل صوم المستحب هذا عنوان المستحب عنوان الصوم المستحب شامل لكل أيام السنة عذا العيدين وقراهة يوم العاشر من محرم أن يكون الإنسان صائم فيه فإذا عندك ثلاثة أيام بالسنة ما دون ثلاثة صوم عيد الفطر وعيد الأطحى ويوم العاشر من محرم هاي الأيام الثلاثة هون يحرم وهون مقروه قراهة شديدة فبالتالي نعم يستحب الإمساك مواساة لسيد الشهداء إلى قبيل ما بعد صلاة إلى قبيل العصر يعني فترة الظهر بعد صلاة الظهر يستحب الإنسان يمسك هذه الفترة ويفطر على قليل من الماء والطعام يعني بمعنى بش يفطر فيك إمساكه عند القراءة بعد صلاة الظهر ويكون الأكل شيء بسيط من الماء شيء قليل ومن الشراب شيء قليل إلى بعض الغروب سأتب راحته يأكل ويشرب إذن شيره ثلاثة أيام عنوان الأصلي للمستحاب منصب على كل أيام السنة فإذا كان منصب على كل أيام السنة فهذا صوم مستحاب ولكن هذا بالأصل مستحاب هذا المستحاب حولوا لو يجب بالعرض كأن نظر صيام يوم تطوع وأما إذا لم يكن فريضا بأصله كما في الصورة الثانية فيما تقدم قصوم نذريد تطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مر طيب هون ومر لنشوف ومر ما عندنا إلى المسألة ألف وتسعة وثلاثين مسألة ألف وتسعة وثلاثين يقول فيها ويجوز فيما إذا كان وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز له الصفار هذا الأمر نعم ألف ووحدة واربعين يقول فعنا بهذه المسألة لو دققنا فيها نحن الآن مسألة ألف وتسعة وثلاثين يقول المناط في الشروع في الصفر قبل زوال وبعده وكذا الرجوع منه هو البلد لحد نعم لا يجوز الأفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص لا بش هذه المسألة الآن ننظر إلى بعض المسائل ألف وتنان وثلاثين ألف وأربعة وثلاثين آه هي ألف وخمسة وثلاثين يقول لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء منظور أو إجارة أو نحوها كما أنه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره إن كان عليه قضاء شهر رمضان هون يقول لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان طيب من يجي منطلع نحن هون شو عم يقول بهذه المسألة ماذا قال المصنف بهذه المسألة يقول وأما إذا لم يكن فريضة بالأصل قصوم النذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان يقول هون كلامنا نحن بالتطوع ولا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه شهر رمضان وكلامنا هون بالنذر هيدا اللي مر معنا غير هيك ما مر لعله ممكن أن يفهم الواقع إذا كان بالتطوع لهو أمر استحبابه هو أمر إليه صفة الاستحباب واقع الاستحباب هون بالأصل منه أمر إليه يعني النذر لولا أن المكلف ينظر على نفسه ويقيد نفسه بهذا الواقع الله عز وجل ما فرض عليه فقد يكون من هذا الباب ما كان الله عز وجل جعله بعنوان الأمر استمتعلق الاستحباب صفة الاستحباب لون الاستحباب قال لك ما بيجوز تطوع فيه إذا كان عليك فريضة والنذر صحيح متعلق لونه بصور واجب ولكن بالأصل أنا أوجبت على نفسي يعني في بدايته قبل انعقاد النذر فيه شيء من التطوع شيء من الاختيار شيء من البعث الداخلي عند هذا المكلف لعله أيضا من هذه النكتة يقول المصنف وأما إذا لم يكن فريضا بالأصلي قصوا منذر التطوع فلا يصح منه مما عليه قضاء شهر رمضان وأحيانا قد لا ينعقد النذر هذا عارف حاله على 25 يوم من شهر قضاء شهر رمضان ويأتي في واحد شعبان وينظر صيام 19 و20 من شهر رمضان نقصوا أيام ما عليه من قضاء هون بهذه الصورة لا ينعقد النذر أيضا إلا إذا كان في عنا وقت موسع وعنا أيام قليلة فيصح النذر فطردوا على خمسة أيام وبعد فشار فنظر يوم فهذه ما في مشكلة يقول لله علي نذر أن أصوم يوم في شعبان مثلا قربة الله تعالى وعلى خمسة أيام ونظر يوم لا مشكلة أحيانا لا بيكون هو بخمس شعبان نظر أن يصوم يوم وهو عليه 25 نقص يوم هون متعلق النذر حرام لا ينعقد النذر فلازم هذه المسألة نركز عليها مسألة 1949 يا إخوان إذا فاتته إذن بالمسألة الأولى واضح عدم جواز الترتيب بالمسألة الثانية إلا كما مر مر بالمسألة 1035 كان عم يحكي عن المستحاب هون عم يحكي عن النذر إلا لعله المفارقة من هذه الجهة أن كلاهما لم يكون ما في وجوب بنحو الواجب بالأصل للمستحاب بأصله واجب على المكلف إنما في رخصة وإنما هو مستحاب وهان النذر أنت أوجبت على نفسك ولم يوجبه الله عز وجل وأنت تعلم أيها المكلف حينما عقدت النذر أن في أن ذمتك مجغولة بقضاء شهر رمضان وجيت بنفسك عقدت نذر لهذا الأمر طبعا عدم إنعقاد النذر على صور إذا كان ممكن جمع القضاء مع النذر لا مشكلة فرضنا هذه الصورة مثل هو في خمس شعبان نظر مثلا أن يصوم عشرين وواحدة وعشرين شعبان هو عليه خمسة وعشرين يوم أو أربعة وعشرين يوم هنا لا ينعقد النذر لأنه انخرم يومين مما في ذمته متعلق النذر صار غير مشروع لأنه يزاحم ما كان واجبا بالأصل قل قضاء وهنا في هذا المقام وفي هذا التزاحم يقدم القضاء لأنه حق الله عز وجل لا أن أقدم ما أوجبت أنا بنفس ما أوجبه المولى علي لم آتي به إذا سواء لعزر أو غير عذر إذا في ذمتي مجغولة للمولى بقضاء أجعل أجعل ما كان لله ما كانت الذمة مجغولة فيه لله اجعلها بشيء أنا أوجبت على نفسه يعني صار ذمتي مقابل ما كان مجغولا لله يقدم هذا مما لا شك فيه إلا إذا كان فيه إمكانية الجمع مثل إذا كان على خمسة أيام ونظر هو مثلا أن يصوم اثنين شعبا ما مشكلة يأتي بقضاء شهر رمضان في بقية الأيام أو أنه نظر يوم مطلق والوقت موسع في هذه الصورة لا مشكلة مسألة ألف وتسعة وأربعين يقول إذا فاتته أيام من شهر رمضان من شهر رمضان بمرضين ومات قبل أن يبرأ لم تقضى عنه الآن هذا زايد فاته أيام فاته عشرة أيام من شهر رمضان بسبب المرض ولكن هذا المسكين المبتلى المؤمن لم يبرأ من مرضه فأما ماد داخل شهر رمضان أو أنه خرج شهر رمضان ولم يبرأ استمر فيه المرض يتعلعل شهرين ثلاثة إلى أن فارق الحياة إذن المهم والملاك في الأمر أن يستمر المرض إلى الموت هل يجب قضاء ما فاته على الولد الأكبر أو إذا فيش ولد أكبر الورثة بس بدون يجوا يجب القضاء دفع القضاء الروايات دلت الروايات الشريفة عن محمد وآل محمد على أن من فاته أيام راحت إلى أيام بسبب المرض ولم يبرأ حتى مات لا يقضى عنه لأنه الذم لهذا المكلف أصلا غير مشغول بالقضاء والتكليف الأداء أداء القضاء فرع التكليف ولا تكليف في المقام وأيضا بالنسبة إلى المرأة بسبب الحيض والنفاس ماتت خلال شهر رمضان مثلا أو ماتت ثاني يوم العيد باعتبار أن يوم العيد ما فيها تصوم ثاني يوم العيد برؤات بتسعة وعشرين شهر رمضان صامت تسعة وعشرين وعليها عشرة أيام من شهر رمضان بسبب الحيض والنفاس واثنين شوال توفت لا يجب القضاء عنها وكل هذا للروايات في المقام الروايات الشريفة عن محمد وآل محمد التي وردت في هذا المقام بيبقى عنا لنشير إشارة ونزد بالنسبة للمسافر إذا فاته أيام من شهر رمضان بسبب الصفار ولم يتمكن من القضاء خلال السنة يقضى عنه في كل الحالات وربعنا فقط في عنوان المرض يقول في المسألة ألف وتسعة واربعين يا أعزائي يا أحبائي إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ من المرض لم تقضى عنه لماذا لأنه استمر به المرض وكان مرض الموت وكذا إذا فاته بحيض أو نفاس فات هذه المرة هند فاتها عشرة أيام من شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس ثم ماتت فيه في شهر رمضان أو في أيام الحيض فينا نرجع الضمير لتنا تصحي العبارة ماتت فيه في شهر رمضان أو في أيام الحيض أو النفاس إذا مصر عنده وقت لتقضي سواء في شهر رمضان أو في أيام الحيض طار عنده سبعة تمنت أيام هي تسع يوم من النفاس أعطتكم عمرها سابع يوم من الحيض أعطت عمرها حاد الصيارة احترقت سكت قلبي إلى آخره أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يتمكن يمكن القضاء فيه شو إنا بعد ما طهرت طهرت هي في شهر رمضان هلا هلال العيد يوم العيد ما فيه صيام ثاني يوم العيد توفيت ما أصلا ما صار عنده ولا فرصة للقضاء بخلاف الصور بخلافهم بالنسبة للنساء وأيضا هذا الإنسان ما إذا تمكنوا من القضاء ولم يقضي إذا واحد قم مريض بشهر رمضان واستمر في المرض شي شهر شوال بعد شهر رمضان ثم بعد هذا الشهر طابوا برؤوا مصر إيش بوش شي ولم يقضي تهاون لأي أسباب ستأتي المهم أنه لم يقضي ثم مات هنا يقضى عنه نحن بشرط أنه عدم التمكن من القضاء في صورة المرض والحيض والنفاس مسألة 1050 انتهت هذه المسألة يا إخوان مسألة 1050 إن شاء الله أيضا بتشتمل على عدة نقاط نعرضها متواليات عليكم إذا زاد الصورة الأولى ركز معي لأنه صور مهمة جدا ولا بد أن نشير إليها واحدة واحد إذا زاد فاته شهر رمضان كل أو بعض من شهر رمضان أو بعضه افترض هيدا زاد فاته شهر رمضان أو عشرة أيام من شهر رمضان بسبب المرض شو كان عذره المرض يا إخوان واستمر به المرض إلى شهر رمضان الثاني سقط سقط عنه القضاء مفروض صح ولا لا فإذا العذر في ترك الصوم شو كان هون المرض والعذر في ترك القضاء كان استمرارية المرض إلى شهر رمضان الثاني هون دلة الروايات الشريفة في هذه الصورة على سقوط القضاء عنه ولكن يتعين عليه الفدية في فيصح فيصبح شو صار صار لا يصح منه القضاء ولو أتى بالقضاء ليش عما نقول حتى لو أتى في القضاء فلا يبرئ الذمة إلا الفدية الصورة كالتالي مرض في فاته شهر رمضان كله بسبب المرض أو بعض منه يا 30 يوم بسبب المرض بقي مريض يا 10-12 يوم من شهر رمضان خلص شهر رمضان إجه العيد استمر navy المرض الى أن جاء شهر رمضان الثاني وصل شهر رمضان الثاني لنفترض قبل شهر رمضان في بداية شهر رمضان طيب هذا المرض ماذا نصنا نقول طالما استمر به المرض الى شهر رمضان الثاني سقط القضاء عنه وصار تكليف انتقل التكليف اللي علا بذمته الى الفدية ان يدفع عن كل يوم مد من الطعام يعني بلو يدفع ثلاثين مد هذا امر تقل لي بعد شهر رمضان الثاني اذا صار جسمه صحيح وقادر يقضي بتسقط الفدية نقول لا هذه جدا مهمة سورة اثنين اذا العذر الاول كان في فوات شهر رمضان باكمله او باجزائه او ببعضه المرض صورتين يمنقول كان العذر لفوات شهر رمضان غير المرض كالسفر هذا الظاهم سافر بشهر رمضان لكل دولة ثلاث اربعة ايام بدواعي متعددة وايضا وكان العذر في التأخير القضاء ما بين رمضان لهو ابتلي فيه في الصفر ورمضان شهر رمضان الثاني هذه السنة اللي مرأت بين الرمضانين شو كان العذر فيها غير المرض اسا الصفر ايدعي اخر كل السنة كان مسافر من مكان الى مكان هنا يجب عليه القضاء فيما لو ادركه شهر رمضان الثاني فما بعد شهر رمضان الثاني يجب عليه القضاء لانه كان فوات شهر رمضان بكله او ببعضه كان بداعي الصفر ولم يكن عذر المرض فاذا في عدم الاداء الاساسي للصوم كان بداعي بعذر غير المرض واستمر هذا الديعي غير المرض على مدار السنة بلغنا شهر رمضان الثاني هون الفقيه شو يقول له للمكلف وفق الادلة والروايات الشريفة التي وردت بس نقوله الفقيه يعني دليل يعني العجيني كلها كل شيء العملية كليتها الرياضية شو بدك تحسبها يحسبها كلها دليل مو متل ما طالعنا البعض الان من الصيصان بقول يعني رأيه بدي رأيه اهل البيت رأيه الفقيه عين رأيه محمد وآل محمد في جملة سبعين والمئين بالمئة الا ما فقدت دليل او لم يجد دليل ناصة وفق المباني يلجأ الى الاصول العملية وغيرها اذا هذا الفقيه شو بول يجب عليك القضاء والفدية فدية التأخير القضاء لانه هان القضاء لا يسقط الا بعذر المرض والفدية هذه فدية عن التأخير لانك اخرت شهر رمضان عن رمضان الثاني يعني قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني الى رمضان الثاني مسألة تلاتي ترك صام شهر رمضان لمرض هيدا مرد بشهر رمضان بتمامه او بنصفه مهم ذمته مشغوله بشهر رمضان يا بتمامه يا بنصفي ولكن شو كان الداعي والعذر يا احبائي كان المرض طيب قل الشهر رمضان تفضل اقضي حصل عنده عذر غير المرض كالصفر يقول هون الفقي يجب عليه القضاء زائد فدية التأخير بتقل لي صحيح حدوثا كان حدوثا عدم قيامه بالتكليف الادائي كان بسبب المرض ولكن بقاءا واستمرارا على مدار السنة كان عدم اداء التكليف بالقضاء ليس لعلة المرض بل بسبب عارض اخر كالصفر هون شو بنقول يجب عليك القضاء لانه بلغك رمضان الثاني ولم تؤدي ما عليك من قضاءين ويجب عليك فدية التأخير للروايات الشريفة وعلى رأسها تلك الرواية المشهورة بجيب المعنى من صح بين الرمضانين عليه القضاء هذه من جهة من صح بين الرمضانين عليه القضاء هو صح من مريض والعذر كان الصفر ولم يكن المرض فتعين عليه القضاء ومقتضى ما دل على وجوب دفع الفدية عند التأخير ايضا يلزم بالفدية فاجتمع عليه القضاء والفدية اربع ترك الصوم لصفرين صوم شهر رمضان او كل الشهر او قصم من الشهر ولكن خلص شهر رمضان من هون عيدنا وهذا الرجل عدم اكل حلويات من باب الفكاهة واكل مأكولات دسمة في شهر رمضان بعد شهر رمضان اصيب بالضغط سكري وكذا مثل ان يكون شهر رمضان صومه تصحه وهذا الرجل مريض ابتليه بعد شهر رمضان فكان التأخير في القضاء الى شهر رمضان الثاني شهو المراد هذا يجب عليه القضاء ومقتضى الاحطيات ثبوت الفدية ايضا للادلة الشريفة نقرأ الان ان شاء الله وفيما بعد نشراه اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض واستمر به المرض الى شهر رمضان الثاني سقط قضاءه وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجز القضاء عن التصدق يعني اذا تمكن من القضاء بعد شهر رمضان الثاني السنة الثانية لا يسقط عنه عنوان التصدق بتقول مصر اذي ادي صوم ما بدي ادفع مصاري واما اذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية ايضا على الاحوط لزوما وكذا اذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير الصفر وجب القضاء والفدية وكذا العكس ما اذا كان سبب الفوت هو الصفار ولكن لم يقضي بسبب المرض هذه الصورة العكسية يجب عليه القضاء والفدية وكله للادلة والروايات الشريفة التي وردت في المقام مسألة الف ووحدة وخمسين تأتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وبركاته اشتركوا في القناة